باحثون في الأمن الإلكتروني وعملاء سابقون يكشفون وجود برمجيات تجسس في أعماق محركات الأقراص الصلبة التي تنتجها شركتا وستران ديجيتل وتوشيبا وغيرها من كبار المصنعين ما وفر للوكالة الوسائل للتجسس على أغلبية أجهزة الكمبيوتر في العالم وبينما لم تؤكد شركة كاسبريسكي لاب أن الجهة المتهمة هي وكالة الأمن القومي الأمريكية فأن عملاء سابقين وخبراء في الوكالة يذهبون إلى أن التقنيات العالية للتجسس لا تتوفر إلا عند الاستخبارات الأمريكية مجموعة برامج التجسس اكتشفتها أصلا شركة كاسبريسكي لاب لأمن البرمجيات ومقرها موسكو مؤكدة أن حوالي ثلاثين دولة تم اختراق أجهزتها ببرنامج تجسس واحد على الأقل من أهمها إيران وروسيا وأفغانستان والجزائر واليمن وغيرها وتشمل الأهداف منشآت حكومية وعسكرية وشركات اتصالات وبنوك وشركات طاقة وبحثين نوويين ووسائل إعلام ونوهت كاسبريسكي إلى أن الجواسيس حققوا طفرة تكنولوجية بمعرفة كيفية زرع البرمجيات الخبيثة في نظام التشغيل الذي يعمل في كل مرة يجري فيها تشغيل الكمبيوتر ولم يتضح كيف حصلت وكالة الأمن القومي الأمريكية أو غيرها على شفرات المصدر لمحركات الأقراص الصلبة وأكدت شركات عدة بينها ويسترون ديجيتل أنها لم ولن تقدم شفرات المصدر الخاصة بها إلى أي وكالات حكومية مهبراهيم العربية